لو اي حد بعت لك رسالة على الواتساب وعاوز الواتساب يكراها بصوته زي كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل اللي عليك هتحمل التطبيق ده ازايك يا حباب قلبي عن مين ايه النهاردة يا جماعة هنتكلم عن تطبيق روعة بالنسبة لواحد مثلا نظره ضعيف او الجماعة الكبار السن نظرهم ضعيف او انت مثلا حابب يعني تعمل حاجة جديدة في الواتساب بتاعك فمثلا واحد بعيد عنك عاوزه يسمع الرسالة ديت فالتطبيق ده هيخليك تسمعه عموما هنتكلم عن التطبيق النهاردة التطبيق يا جماعة اسمه هنخش على متجر وبعد كده هنكتب في البحس وبعد كده هنبحث هيجيب لنا التطبيق زي ما انتو شايفين قدامكم ده هنضغط على تسبيت او وبعد كده يا جماعة ننكز مع بعض بقى هنضغط على وبعد كده هيجي لنا الوجهة ديت هنضغط على التلات نقط اللي في الجنب دول جنب اهو دول يا جماعة تمام وبعد كده هنضغط على وبعد كده هننزل تحت هنيجي عند كلمة شايفين يا جماعة هي التالتة من تحت بعد كده نضغط على كلمة دي يا جماعة تمام بعد كده هنبدأ ندور نشوف البرنامج فين عشان نفعله اهو يا جماعة البرنامج زي ما احنا شايفين هو هو دلوقتي ما قداموش علامة زالقة احنا هنفعله ونخليه علامة زالقة عفوا انت نخليه علامة زالقة زي احنا شايفين كده وبعد كده نرجع وبعد كده بدل ما هي انخفع لها بالاخدر وبس كده اول اهم حاجة تظهر لنا العلامة اللي ظهرت في الجنب دي يا جماعة كده يبقى كده التطبيق اشتغل تعالوا بقى نجرب مع بعض ازاي تعالوا بقى نجرب مع بعض نشوفه اشتغل ولا ما اشتغلش بس يا جماعة هنعمل ايه بقى هتضغط على الرسالة اللي انت عاوزوا يقرأها وبعد كده تتطبق كوبي او نسخ وبعد كده تضغط على العلامة الايكونة بتاعت البرنامج دي اهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما احنا شايفين كده قالها طيب تعالوا مع بعض نجرب دي بس هنضغط هنا وبعد كده نضغط نسخ او كوبي وبعد كده نضغط هنا رمضان كريم يا احلي متابعيني في الدنيا بس كده